رمضان كريم وكل سنة وانتم طايبين وفي حلقة النهاردة هتكلم معاكم عن موعد عرض برنامج رامس جلال في رمضان 2024 وقبل نبدأ عزائي المشاهدين اعملونا لايك للفيديو ده وصاب اسكرايب للقناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان كل جديد يجي لكم أول بأول وصلي عن نبي ويا الله بي رامس جلال قدم عدد من برامج المقالب اللي حققت نسب مشاهدات عالية جدا عند الجماهير وطبعا بسبب نجاح برامج المقالب اللي بيقدمها رامس جلال كل رمضان رامس جلال بقى بيعمل كل موسم فكرة برنامج جديدة ومختلفة ولكن هو امتى هيتعرض برنامج رامس جلال في رمضان 2024 وايه هي القناة اللي هيتعرض عليها البرنامج ده دايما برامج المقالب اللي بيقدمها رامس جلال بتتزاعب في شهر رمضان بعد أزان المغرب مباشرة وطبعا ده في أي قناة بيعرض عليها رامس جلال البرنامج ولكن المؤكد أن في رمضان 2024 برنامج رامز جلال الجديد هيتعرض على قناة NBC مصر وكمان البرنامج بيتصور حاليا في المملكة العربية السعودية ولكن لغاية دلوقتي مفيش أي تفاصيل عن فكرة برنامج رامز جلال الجديد ومن المتوقع أن برومو برنامج رامز جلال الجديد هيتعرض قبل رمضان بيوم أو يومين وأكيد البرومو هيوضح فكرة برنامج رامز جلال الجديد وأما عن آخر برامج ما قال برامز جلال في رمضان 2023 فكان برنامج رامز Never End ورامس جلال كان استضاف في برنامج رامس نيفر اند عدد من نجوم الفن والكورة زي محمد رمضان وإيمان العاصي ومحمد فؤاد ومحمود كهربا وغيرهم من النجوم وأما عن آخر أعمال رامس جلال في السينما فكان قدم رامس جلال فيلم أخي فوق الشجرة في سنة 2023 اكتبونا كومنت تحته وقولونا أنتو ايه أكتر برنامج مقالب بتحبوه لرامس جلال وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة ونشوفكم على خير في حلقة جديدة وسلام